جرائم ميليشيا الحوثي في أروقة مجلس الأمن حيث سلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي المجلس رسالة من الحكومة عرض فيها مواصلة الحوثيين استهدافهم الوحشي للمدنيين في مأرب ومحافظة تعز بالتزامن مع ذلك كان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ في زيارة لإيران مؤكدا خلالها أن استمرار التصعيد العسكري في اليمن يقوض جهد سلام وداعيا طهران إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية ولأن إيران مربط الفرس في الملف اليمني أكد ليندوركينغ أن أفضل دور قد تلعبه طهران هو إنهاء تدخلها في اليمن مضيفا أن الحوثيين لم يظهروا التزاما حقيقيا بعملية السلام مراقبون بدورهم يرون أن ما لم يحققه ليندوركينغ خلال 12 زيارة سابقة لمنطقة الشرق الأوسط لن يكون بمقدوره إنجازه في هذه الزيارة بدليل أن تصعيد الحوثي الأخير على مأرب بدأ منذ فبراير الماضي أي في اللحظة الأولى لتعيينه من قبل الإدارة الأمريكية كمبعوث خاص لليمن والحال ذاته ينطبق على المبعوث الأممي هانس جرونبرغ الذي لم يستطع خلال إحاطتين أمام مجلس الأمن تشكيل موقف دولي ضاغط على أقل تقدير لوقف الهجوم الحوثي على مأرب قبل الحديث عن إقناع الأطراف المتحاربة بالجلوس على طاولة المفاوضات حتى المساعدات الإنسانية التي عدها لندر كينغ من ضمن إنجازاته كان جعجعة دون طحين بدليل تصريحات مسؤولي الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب بأن أكثر من 54 ألف نازح تركوا منازلهم منذ مطلع سبتمبر الماضي جراء الإرهاب الحوثي ولجأوا إلى المدينة لكنهم يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الضرورية من مأوى وغذاء في المقابل فإن مدينة تعز هي الأخرى تعاني من القصف والحصار الحوثي طيلة ست سنوات رغم أنها كانت حاضرة في معظم المشاورات والاتفاقات وبندا أساسيا في اتفاق السويد تصريحات لندر كينغ وغروند بيرغ يضعها كثيرون في خانة الاستهلاك الإعلامي وإضاعة الوقت الذي يصب في مصلحة الحوثيين فحسب حيث باتوا على مشارف مدينة مأرب التي تضم نحو مليوني شخص لكن الفيتو البريطاني والأمريكي الذي كان حاضرا بقوة لوقف معركة تحرير الحديدة لدواع إنسانية كما زعموا غاب تماما عن مأرب ما يؤكد أن التعويل على المجتمع الدولي دون أقدام ثابتة على الأرض لن يؤدي إلا إلى الندم والعويل